أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية وأنه لم يتم إصدر أي قرارات بهذا الشأن وشدد المركز على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف مع تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية وأوضح المركز الإعلامي أنه قد أصدر 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية وذلك خلال شهر أغسطس الماضي بتكلفة مالية بلغت مليارا وحوالي 415 مليون جنيه